على كل أحوال في حالة ضغط في المسابقة على مستوى العالم كبيرة جدا وما حدش عارف لسه السيناديو ايه نعتمنى ان شاء الله انه يكون خير طيب النهاردة وانا كلمت يمكن ان برح وحنا منتكلم على التأهل الاهلي والزمالك للمبارانة هائف دوري الابطال قلت لحضراتكم انها فرصة كبيرة جدا اولا ده شيء يعني يدعو للفخر بالنسبة لكل المصريين سواء كانوا بيشجعوا الاهلي والزمالك او غيرها من كل اندية حدث كبير ورقم بيتحسب للكرة المصرية ان تكون اول دولة يتقاهل منها فريقين لنهائي بطولة واحدة هي مصر وزي ما قلت لحضراتكم حدث هيتسلط عليه الضوء بشكل كبير كل وسائل العالم في العالم كله عشان كده هنا وده اللي انا كنت يعني الحقيقة بأكد عليه الكل مسؤول الدولة مهتمة جدا بالحدث ده واعتقد انه كل وطبعا الاهلي والزمالك بصفاتهم النديين اللي هشاركوا فيه او هم طرفين نهائي مهتمين جدا اهم حاجة انه الصورة بصرف النظر عن مين يكون موفق ويحسم البطولة من عدمه اهم حاجة انه الصورة بتاعت الحدث ده تتنقل العالم بشكل كويس جدا يعكس الصورة الجديدة للدولة المصرية النهاردة دكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضة الحقيقة يعني يوجه دعوة لجماهير الرياضة المصرية بشكل عام بالضرورة انه يبقى يعني فيه تمسك بالروح الرياضية وانه مبقاش فيه تعصب خصوصا خلال مطش الاهلي والزمالك اللي هيجمعهم فيه نهائي دوري ابطال افريقيا واكد انه نهائي دوري الابطال بين الاهلي والزمالك واللي هيقام ان شاء الله باذن الله يعني يوم 27 نوفمبر بيعتبر حدث تاريخي غير مسبوك في تاريخ الرياضة المصرية وحتى الافريقية ويجب انه يكون على اعلى مستوى من كل النواحي وده اللي اعتدت عليه الرياضة المصرية من خلال طبعا استضافتها العدد كبير من الاحداث الرياضية الكبيرة والهمة جدا والعالمية في السنوات الاخيرة فيما يتعلق بمكان استضافة الحدث يمكن دكتور اشرف صبحي قال انه مصر جاهزة لكل الاحتمالات عندنا بنية احتية رياضية وعندنا منشآت رياضية على احدث مستوى ودي واحدة من الحاجات الحقيقة اللي بتعتبر اضافة كبيرة جدا للدولة المصرية في السنوات الاخيرة وجاهزة لإستضافة اكبر احداث الرياضية في مختلف التوقيتات وعشار ان الوزارة حاليا وزارة الشعب والرياضة بتقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية عشان ترصد وتتابع الظروف الخاصة باقامة المباراة الهقائية ان شاء الله لدوري الابطال كمان اتحاد كرة وضع الاندية المصرية زي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة المشاركة طبعا ببطولتي افريقيا دوري الابطال والكونفيدرالية الموسم اللي جاي فأزمة كبيرة بسبب موعد القيد المحلي سواء الفترة الصيفية اللي هيتم اغلاقها يوم 19 نوفمبر الجاري او الشتوية اللي هتبدأ من 15 فبراير لحد 15 مارس الجايين زي ما حضراتكم عارفين الاهلي بيشارك كبطل الدوري والزمالك الوصيف في النسخة الجديدة من بطولة دوري ابطال افريقيا وبيشارك بيرميتس طبعا صاحب المركز التالت والمؤولين صاحب المركز الرابع في بطولة الكونفيدرالية اتحاد الكرة اعلن ان موعد اغلاق القيد الشتوي في القيمة الاولى هيكون يوم 11 نوفمبر على ان يكون موعد اغلاق القيمة التانية يوم 19 من نفس الشهر الاهلي والزمالك طبعا يواجهوا ازمة بسبب اغلاق باب القيد المحلي قبل طبعا انتهاء بطولة دوري ابطال افريقيا وبيطالب مسؤوله الناديين ان هم يأجلوا انتهاء القيد المحلي بعض الايام علشان يقدروا ان هم يستفيدوا بجميع اللاعبين المقايدين بالقيمة الحالية في النهاي الافريقي طبعا اللي بيجمع الاهلي وزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري المسؤولين في القدبين في النادي ده ونادي ده شايفين انه مش منطقي ان ينتهي القيد المحلي قبل نهاي افريقيا لان الناديين ممكن كده ان هم يضطروا ان هم يبقوا على بعض اللاعبين للمشاركة معاهم في النهاي وبعدين يتم استبدالهم بعد قمة 27 نوفمبر لكن في حال الاستغناء عن اللاعبين مش هيتمكن الاهلي والزمالك من الاستفادة طبعا بيهم في النهاي في ضوء حالة الاجهاد والارهاق اللي بيسيطر طبعا على لعبي الفريقين وحاجة كل فريق طبعا لجميع اللاعبين قبل انهائي المرتقب خلينا نتفق اثارة انه انا مش شاف انه فيه ازمة يعني وان كان فيه ازمة فهي ازمة مفتعلة مش شاف فيه اي مانع الحقيقة يمنع من مد فترة القيد احنا بنتكلم انه اي نادي مصري بصرف النظر ان احنا هنا قناة النادي الاهلي وبنتكلم عن نادي الاهلي كان اهلي كان زمالك كان اسماعيلي كان مصري كان اتحاد كان اي نادي بدل بيمس المصري فيه بطولة خارجية هو بيلعب باسم الدولة المصرية واحنا لسه بنتكلم ونقول انه النهائي ده هيخدم الدولة المصرية وحدث كبير جدا وشيء بيحسب للكرة المصرية وللدولة المصرية بشكل كبير فلابد أنه يترعف يعني يتخذ في الاعتبار مصالح أن أن ده المشاركة لأن ده اللي بتمثل مصر في الأول والآخر قبل ما تكون بتمثل نفسها وبيتهيئ لأنه أنه أي أزمة في الإطار ده أو في الكلام ده أعتقد هتكون مفتعلة ومش هتكون مقبولة بأي شكل من الأشكال خصوصاً أنه ملاش أي منطق يعني أي قرار بيتخذ لابد أن يكون فيه وراء أسباب أو يكون فيه منطق معين وبما أنه موسم على مستوى القرارة الأفريقية لم ينتهي حتى اللحظة وأنه الاتحاد الأفريقي مدوا الأسباب كتير جداً خارجة عن إرادة الجميع يوم 27 يبقى أعتقد أن الاتحاد الكرة المصري عليه أنه يمد فترة القيد للنادي الأهلي والزمالك وإحنا نتكلم في 24 ساعة أو 48 ساعة ما أعتقدش أنها هتكون مشكلة على الإطلاق رداً على الكلام ده الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أحمد أعلن أسباب رفض طبعاً مسؤول الجبالية مد القيد وقال إن القيد لازم يغلق بنهاية يوم 6 ديسمبر لكن اتحاد الكرة دايماً بيجعل القيد للدوري الممتاز بينتهي أولاً وبعدين يفتح القيد في القسم الثاني وبعدين الثالث وبعدين الرابع بشكل متتالي حتى يسمح للعبين الراحلين بوجود طبعاً فرصة لعب في الدرجة الأدنى